محاولة جديدة لإنعاش المسار السياسي وعودة لاجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة بتطبيق مخرجات اتفاق السويد حول ملف الحديدة الملف الأكثر حضوراً على طاولة الأمم المتحدة اللجنة المشتركة وبعد توقف دام شهراً خلال الفترة الماضية استأنفت اجتماعاتها على متن السفينة الأممية برئاسة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد الذي يستعد لمغادرة موقعه بعد إشرافه على الاجتماعات بين وفدي الحكومة الشرعية والميليشيا تفعيل آلية التهدئة والاتفاق على نشر مراكز مراقبة في بعض مواقع خطوط التماس في الحديدة هي النقاط الأكثر أهمية في أولويات الأمم المتحدة التي تسعى من أجل وقف إطلاق النار خاصة بعد تعثر إيقافها خلال الفترة السابقة مصدر في اللجنة المشتركة قال إن الاجتماع سيناقش تشغيل مركز عمليات مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار مضيفا أن ذلك سيتم وفقا للأهلية التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع المشترك على متن السفينة الأممية ضباط الارتباط السابقون سيعملون ضمن فريق مركز عمليات مشتركة بحسب المصادر المحلية فيما سيقوم ضباط الارتباط الميدانيون للطرفين في مناطق الاشتباك بالعمل على تطبيق آلية التهدئة بمساعدة ضباط بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تحركات جديدة إذن للأمم المتحدة لإعادة مسار العملية السياسية وإيجاد سبل لتنفيذ اتفاق سويد الاتفاق الذي عطلت آلية تنفيذه لفترة طويلة نتيجة تعنت ميريشي الحوثي وتضاعف الأزمات بشكل غير مسبوق تحركات جديدة